الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان فعظم قدره بذلك وأجزل فيه من الإحسان فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران فأتمه بذلك وشعشعه وأكمل فيه الامتنان ووسع فيه على خلقه وأنعم عليهم فيه بالغفران وأيده على سائر الأشهر بأن صفد فيه كل مارد وشيطان أحمده أحمده سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار وأتوب إليه قبل انقضاء الآجال وانسرام الأعمار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار يؤت بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسخرت لك الأنعام والحرص وتركتك ترأس وتربع أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول له لا فيقول له رب العزة اليوم أنساك كما نسيتني من نسي الله هنا نسيه هناك من نسي الله تعالى في الدنيا نسيه الله يوم القيامة وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار أشرف الخلق نسباً وأطهرهم سلالة وأخشاهم لله وأسكاهم نفساً وأسلمهم قلباً وأثبتهم فؤاداً وأرجحهم عقلاً وأقومهم قيلاً وأعدلهم قضاءاً وأصبرهم على البلاء يقول صلوات الله وسلامه عليه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر صدقت يا رسول الله مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب نعم يا رسول الله لقد قلت حقاً ونطقت صدقاً نعم يا حبيب الحق يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة يا من محوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين نعم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي تتوق لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك الأطهار ما تعاقب الليل والنهار يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاراً وما هم بسكاراً ولكن عذاب الله شديد أيها الإخوة الأماجد بالأمس القريب كنا ننتظر رمضاناً بلهفة بالغة وشوق شديد كان بعضنا يهنئ بعضاً بقدومه وحلوله بيننا ضيفاً كريماً عزيزاً وها نحن أولئي نودعه بلوعة وحسرة وأساء فقد أزف رحيله وأشرف على الانقراض هذا هو رمضان يقبل ويدبر ثم يقبل ويدبر كأنه طيف عابر مرّاً ولم نشعر فيه بمضي الزمان ولا بكر الليالي والأيام ولا ندري هل سنستقبله في قابل الأيام لا ندري هل سندركه كرة أخرى أم سيحول بيننا وبينه هادم اللذات وهازم الشهوات والنزوات ومفرق الجماعات والأحباب كيف؟ كيف ثم كيف لا نحزن لفراق رمضان ثوم الشهر شهر الصيام والقيام والقيام والقرآن شهر الفتوح والنصر المؤذر إنه شهر فيه ليلة مباركة إن أنزلناه في ليلة مباركة هذه الليلة أيها الإخوة الأماجد خير من ألف شهر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أيها المؤمن إن كنت فيه محسنا فلا يغرنك فعلك وكثرة طاعاتك لا يغرنك كثرة قيامك وتلاوتك لكتاب ربك فلتحمد ربك ولتبتهش بجزيل الثواب من الملك الوهاب وإن كنت فيه محسنا فلتراجع نفسك ولتبادر إلى العمل الصالح ولتتدارك ما فاتك ولتتب إلى ربك توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توب إلى الله توبة نصوحا أخى الإيمان هذا الشهر المبارك إما أن يكون لك أو عليك إما أن يكون شاهداً لك وإما أن يكون شاهداً عليك إما أن يشهد للمشمل بصيامه وقيامه وركوعه وسجوده وذكره واستغفاره وبره وإحسانه وإما أن يشهد على المقصر في جنب الله المفرط بغفلته وشحه وتقاعسه عن أداء العبادات والصلوات أيها المؤمن لا يستوي الأول والثاني في الفضل والأجر فليس من العدل والإنصاف أن نماثل بين القائم المخبت الخاشع الراكع الساجد وبين المتقاعس المعرض المعرض عن الخيرات والبركات المهاجر للفضائل والنفحات والحسنات لا يستويان مثلا طوبى طوبى لمن رحمه ربه في هذا الشهر المبارك وغفر له ذنوبه وأعتقه من لظنران وتعسا لعبد حرم ذلك هنيئا هنيئا لمن فاز بأن حاز الغنيمة وظفر بالأجر العظيم والويل ثم الويل لمن شهد عليه الشهر بشر أفعاله وسوء أقواله يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له أيها المؤمن حاسب نفسك قبل أن تحاسب وزن أعمالك قبل أن توزن عليك ما كان حظ القرآن من حياتك خلال هذا الشهر ما كان حظ القرآن منك وما كان حظك من القرآن في شهر القرآن القرآن وما أدراك ما القرآن نزوله شرفا به هذا الشهر وتميز به عن سائر أشهر السنة القرآن الكريم هو كتاب الله العزيز هو الذكر الحكيم هو الصراط المستقيم هو حبل الله المتين هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق من تسرة الرد ولا يشبع منه العلماء والحكماء ولا تنقضي أسراره وعجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن قضى به عدل هل عكفت على تلاوته وتدبُّر آيه هل تخلَّقت بآدابه هل اقتبست من أنوار حكمته ما يُنير لك طريق الرشاد ويُسدِّد لك الخطاء هل عملت بأحكامه واسترشدت بهديه هل اتطعفت بعباره وقصصه وما حظ جوارحك من الصيام هل غضفت الطرف عن الحرام هل كففت البصر عن كشف العورات هل صام لسانك عن فاحش القول وسافر الكلام هل نزهت لسانك عن الغيبة والنميمة وقول الزور والكذب والبهتان هل منعت أذنيك من الإسراء إلى المحظور والحرام واستراق السمع لما يُغضب الرحمن إن كثيراً من المسلمين لا يعبدون الله إلا في رمضان كثير من إخواننا لا يشهدون الجماعة بالمساجد إلا في رمضان لا يشهدون الصلاة جماعة ولا يبذلون المال للفقراء والمساكين ولا يتنفلون ولا ينكبون على كتاب الله تدبراً وتلاوةً إلا في رمضان فإذا ول هذا الشهر وأدبر هدموا ما أشادوا ونقضوا ما أبرموا تقاعسوا عن أداء الصلوات في أوقاتها وهجروا المساجد وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم نعم تركوا كتاب الله وراء ظهورهم وبخلوا بأموالهم وربما انقطع بعضهم عن الصلوات رأساً قد يتوهم بعضهم أن ما فعلوه خلال هذا الشهر المبارك موجب لتكفير السيئات والكبائل التي تصدر منه طوال السنة فهؤلاء أخذوا ذلك من ظاهر حديث نبوي شريف يقضي بأن رمضان إلى رمضان يكفر السيئات ولكن هؤلاء قرأوا بعض الحديث وغفلوا عن بعضه قصر فهمهم فظل سعيهم وأظلوا غيرهم إن الحديث النبوي الشريف قد ناطى تكفير الذنوب والسيئات باجتناب الكبائر يقول صلوات الله وسلامه عليه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر فهذا القيد الأخير معتبر وهو ما يشهد له قول الله تعالى إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أخ الإيمان المؤمن الصادق دائم الوصل بربه المؤمن الحق لا يقطع صلته بخالقه لا يقطع صلته بخالقه أبدا المؤمن الصادق هو الذي يشتغل بتزكية نفسه تخلية وتحلية في سائر الأوقات المؤمن الصالح الصادق الحق هو الذي يملأ وقته بالعمل الصالح المثمر العمل الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع والأمة نعم إن العبادة في معناها العام سعي دؤوب مستمر كدح نحو الله مضطرد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن هذا الجهاد جهاد العبادة والكدح يستغرق الحياة كلها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالمراد باليقين في هذه الآية الكريمة هو الموت وليس المراد من اليقين كما وهمه بعضهم أنه رسوخ الإيمان حتى قال بعض الجهلة إن من بلغ مرتبة اليقين في الإيمان رفعت عنه التكاليف الشرعية فلا يطالب بزكاة ولا صيام ولا حج قال بهذا القول أخذا من هذه الآية من قال ذلك فهو جاهل جهول مجهال جهال جهل لأنه لا يدرك حقائق اللغة ولا يراعي سياق الكلام وقديما قال من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه أيها الإخوة المؤمنون اعتصموا بحبل الله تعالى جميعا ولا تفرقوا فمن اعتصم بالله نجى وفاز وتزودوا ليوم يشيب فيه الولدان فإن خير الزاد التقوى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب عظيم فاستغفروه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصل وأسلم على سيد الأولين والآخرين الحمد لله الذي ألهم صفوة عباده استنباط إلى الأحكامه واستخراج مقاصد شريعته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم ربنا إنك تعلم ولا نعلم وأن تعلم الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها المؤمنون لقد توج الله تعالى عبادة الصوم بتشريع إنسان هذا التشريع الغرض منه تدارك ما فات وجبر من كسر وما كدر صفوه خلال شهر رمضان أقصد زكاة الفطر أو زكاة الأبدان أو صدقة الفطر كما يقول الفقهاء إن زكاة الفطر واجبة أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة وقد روى صاحب الموطى إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر والأنثى والذكر وكونها واجبة من الأحكام التي أطبقت عليها كلمة الأمة أي مما جرى فيه الإجماع وهي واجبة على كل ما توفر له قوت يومه يوم العيد من كان عنده ما يزيد على قوت يومه يوم عيد الفطر فعليه أن يؤدي هذه الزكاة فهذا الضرب من الزكاة لا يرتبط بالغنى ولا يشترط فيه ملك النصاب وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تشريع الزكاة قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن عباس زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فالنبي صلى الله عليه وسلم يُفصح في هذا الحديث النبوي عن حكمتين حكمةٍ راجعةٍ إلى الصائم فهياتُ التطهيرٌ للصائم أي تكفيرٌ لما بدر منه أثناء صيامه من اللغو والرفث فهي جبرٌ لمن كسر ونقص الأجر فيه فهي إن شئتم تدارُكٌ لما فات الصائم من بعض الأجر وهناك حكمةٌ ثانيةٌ اجتماعيةٌ هي إدخال الفرح والسرور على قلوب الفقراء والمساكين حتى لا يشعر هؤلاء بذل المسألة يوم العيد وقد اختلف العلماء في وقت وجوبها فمن المالكية من قال إن وقت وجوبها هو غروب آخر ليلةٍ من ليالي رمضان ومن أهل العلم من قال إن وقت وجوبها أي تجب عند طلوع فجر يوم العيد والأمر فيه ساعةٌ ومندوحة بل إن العلماء قالوا لا مانع من إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة مراعاةً لمصلحة الفقراء والمساكين والمحتاجين وهذه الزكاة إن لم يؤدها صاحبها يظل صومه معلقًا بين السماء والأرض ولا تمرأ ذمته حتى يؤديها وإن خرج وقتها وخروج وقتها يكون بعد أداء صلاة العيد فمن فاتته هذه الزكاة بأن صلى العيد ولم يؤدها كانت عليه قضاء وتظل ذمته عامرةً بها ولا تبرأ حتى يؤديها ويظل صومه معلقًا بين الأرض والسماء نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يسدد خطانا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميِّتًا إلا رحمته ولا محرومًا إلا أعطيته ولا قائمًا على الخير إلا وفَّقته ولا تائبًا إلا قبلته ولا حائدًا عن طريق الهدى والخير إلا أرشدته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قوي شوكة المسلمين اللهم قوي شوكتنا ولا تذب ريحنا اللهم ارفع منازلنا اللهم صن أعراضنا اللهم احفظ ثروات بلادنا اللهم احقن دماءنا اللهم قنا شرَّ الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا كيد الكائدين اللهم قنا كيد الكائنين اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ودرك الشقاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم مشايخنا وآباءنا وأمهاتنا اللهم بارِك لنا في علمائنا وصلحائنا اللهم أصلِح شبابنا واهدي العُصاط منا اللهم اصلِح شبابنا واهدي العُصاط منا اللهم اجعل لنا الحياة زيادة في كل خير واجعل لنا الموتى راحةً من كل شر يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا واسع الفضل يا حسن التجاوز يا رحمن يا ودود يا أرحم الراحمين يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى ارحمنا فإنك بنا راحم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذِّبنا فأنت علينا قادر اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم أحسن خلاصنا وتولَّ أمرنا وفُكَّ أسرنا وارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلِّغنا مما يُرذيك أعمالنا اللهم اللهم ارزُقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنةً ونعيمًا اللهم احشرنا في زُمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اللهم أورِدنا حوضَه اللهم أورِدنا حوضَه ولا تفتِنَّا بعضَه ولا تفتِنَّا بعدَه ولا تحرِمنا أجرَه اللهم أسقنا شربةً هنيئةً مريئةً بيده الشريفة لا نضمأ بعدها أبداً آمين آمين أيها المؤمنون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمُنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ كُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْكُمُ اللَّهِ وَأَقِمِ الصَّلَاهِ كُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ شكرا